في ما يخص البورد متاع الهارد ديسك معناه الكارتة الكارتة منعرش كارتة الالكترونية كي تتبع تلاثة خيوط متاع تلاثة خيوط متاع منين كان كان راكب المحرك هذاك اللي نحيناه معناه تتبع هذوما السلاك النحاسية تتبعهم هذوكم تلاثة تقام يرجعوا لهنا يرجعوا يدخلوا في الرقاقة الالكترونية ذي الشيب هذي اللي هما هذا وهذا وهذا وبصراحة معناه كنجي نشوف السكسيون بتاع الخيط معناه الثخانة بتاع الخيط ما يتشجع معناه مش بشتعطيني كورون قوي هذي بشتعطيني كورون ضعيف على الاخر ما نش من الثخانة بتاع الخيط ما ما تشجعتش برشا معناه لانه الاخرين معناها الانفرطر بتاع الدرون معناها الثخانة بتاع الخيوط لا خشينا برشا معناه لا نحكيوه على حاجة حاجة اكبر برشا معناه على كل حال كيف انتبعوا الاسم متاع الاسم متاع الرقاقة اللي هي سموث سموث الف واثنين اربعة وربعين سفر سبعة وتسعين باي استاي الكترونيكس كيف نرجعو نشوفو نشوفو مش ناحي هذا نرجعو نجدو الداتاشيت متاعها هذي سموث هي رقاقة الالكترونية معناه تستعمل معناه تتحكم في محركات ثلاثية الاوجه الصغار هذو ومستعملة في الهارد ديسك تو نحنا عنا الهارد ديسك اللي استعملناه سي جايت اما مش معناه الموديلات والانواع الكل متاع سي جايت مش يكونوا يستعملوا هذا وانتي عندك انواع مختلفة معناه وسترن يونيون ولا وسترن ديجيتال ولا غيره معناها مهيش حاجة كيما نقولوا بش تكون معناها تتطبق على الانواع الكل على كل حال بالاضافة الى ذلك معناه كيف تجبد الداتاشيت متاعها تخدم خمسة فولت ولا اثناش فولت عادي كيما حكينا من بكري يقولنا الاثناش فولت نجم نعملها معناه باورد باي واير نعم الخيوط انتع انحاس ونطلحوا معناه تيربا ولا بالبطرية اذا كان يزم تولي بطرية فيه اما كيف انتبع الشيماء بتاع الكارتة معناه الحاجة اللي يتعاقد الامور هذا هو معناه لنا الثلاثي الاوجة وعنا الترانزيستورات واللي مصفيت اللي وابعد فما وهم خطر السيستام لنا معناها السيستام باش يخلي المحرك تيم يدور بطريقة ثابتة وبسرعة ثابتة وما يتعرضش الاهتزازات بالاضافة الى ذلك معناه فما يقيس استهلاك الكهرباء للوحدة التلاثة باش يحافظ اذا كان صرت اهتزازاتي نحاها معناه الى 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 شامنا في كيف ترجع للتركيبة متاع الى الانفرتر هذا. خلنا هبط. حاجتي بصفحة معينة. ولا. عندك الاهنا ال افي دو بي لي هم الخروج متاع الى متاع الى اذرهم اللي كانوا مربوطين بالمحرك. المشكل هي باية تخدم خسة فولت ولا اثناش فولت. هذا كل ماشتاقها موجود في الكارتة لكن الاشكالية الوحيدة هو التحكم في السرعة متع المحرك معناها بالواحد هذا وبالاضافة الى ذلك فما فما فريموير معناها فما برمجة بتكون فيه لذلك ما هيش مستحيلة ولكن صعبة شوية معناها تطلب مستوى متقدم شوية في الالكترونيات بشي ناجم يعمل العملي هذي هذا الشوك سانسور اللي يقيس الاهتزازات في الهارد ديسك كي يلقى اهتزاز في الهارد ديسك يحبس معناها بش ما يفسد شدات كي ما قلت ما هيش مستحيلة ولكن فيها بحث انه واحد يستعمل الدرايف درايف معناها البورد متع الهارد ديسك بيدو معناها كدرايف للمحرك متع الدروق هذي هو وشكرا شكرا